تنسيق عسكري وتعاون قائم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة يعبر عن وحدة المصير المشترك وتوافق الرؤى في التصدي لكافة التحديات يلعب هذا التفاعل والتعاون العسكري دورا رئيسا في دفع التكامل بين الدول العربية الشقيقة بما يحقق مصالح الجميع على مختلف الأصعدة مستويات التعاون بلغت مستويات الرفيعة وشملت عقد مناورات عسكرية مشتركة كان من أبرزها مناورات حمد وهي مناورات بحرية وجوية جرت في المملكة وتحمل اسم جلالة ملك البلاد المعظم كما شهدت مصر مناورات خالد بن الوليد وهي أحد المناورات البرية المشتركة بين البلدين ومن المناورات والتدريبات المشتركة هناك تعاون كبير أيضا في المجال الأكاديمي العسكري والدراسات وتنسيق السياسات الاستراتيجية كما تعقد اللجنة البحرينية المصرية العسكرية اجتماعاتها سنويا بصورة منتظمة وكان آخرها الاجتماع العشرون الذي عقيد في مصر الشهر الماضي التعاون البحريني المصري يعتبر من الدعائم الأساسية لحماية الأمن العربي ولتحقيق مناخ ملائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم فالبحرين ومصر تربطهما علاقة رسخة ومتينة منذ القدم كانت ولا تزال تقدم المثل والقدوة بين الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر